بعطوا الانتظار يا شباب وأخيرا بشكل رسمي قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبيات باريس طبعا مثل ما وضحت لكم يا شباب قبل ثلاثة أيام وقلت لكم أوعينت لكم يوم الأربعة راح يكون نشر القائمة السلام عليكم حبائب قلب وانا الرضا حبيب حياكم الله اليوم وفي التمام الساعة السابعة ليلة الراضي شناش اللي يكشف الأسماء بشكل رسمي وقال بالنشر القائمة تم عرضها على رئيس الاتحاد عدنان درجع اللي يرى الأسماء التي ستنطلق لتمثيل العراق في أولمبيات باريس يا شباب الأسماء كالآتي قدامكم وراح نقراها في حراسة المرمى حسين حسن وكوميل سادي وحسن عبا طبعا على مستوى حراسة المرمى مشكلة والأسماء جيدة وخصوصا الحارس حسن جيد جدا ونعاول عليها كثيرا حارس متمكن الصراحة نجي لخطي الدفاع يتكون من كرار سعد وزيد تحسين ويوسف اليمام ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي وحسن عامر وسعد ناضق وحسن علي نايا شباب أكو ظلم مشكل مطبيع يعني ذنقيس كرار سعد وي آدم رشيد لووي دولار شجري ما بحق كرة القدم تبعد لاعب يلعب بدور الإيطالي ومتمكن ومستعزين وتستدعي لاعب بأداء بسيط جدا يعني ماعرف ليش هالأخطاء اللي تكون باستدعاء اللاعبين دائما بالقائمة النهائية أقسم بالله آدم أفضل حتى من حسين عامر إحنا ما ننتقد وكلهم لاعبين بس أكو أسماء وجودها غلط مية بالمية وأكو أسماء وجودها جيد أتعول عليهم على كل إن يا شباب أنا طبعا مو أنتقل زايد راضي مقتنع باختياراته وهو حر بس بحال فشلة راح تكون الأمور مو حلوة على كل إن هو حر باختياراته ونتمنى الوصول بعيدا بالأولمبياد طبعا نوقف كل الانتقادات يا شباب ونتكلم عن منتخب الأولمبياد اللي حين انتهاء الأولمبياد وبعدها انتقدوا وإحكوا براحة كل المهم يا شباب خلونا نكمل ونجد الخط الوسطي للشباب اللي يتكون من كرار محمد وابراهيم بايش ونهاد محمد وعلي جاسم ويوسف الأمين ومنتظر عبد الأمين وبالندازات ومنتظر محمد وفي خط الهجوم أيمن حسين وحسين عبد الله ورضا فاضل طبعا رضا فاضل ما عدا حس هجومي أبد فأني متأكد وحتى أنتم على بينه راح يشيل هيبت العراق فقط أيمن حسين بالمقدمة هاي القائمة النهائية اللي انتظرناها طويلا حتى نشوفها نجي شوقت راح يسافر المنتخب الأولمبي الفرنسي الموعد وشوقت راح يلعب المبارتين للوديتين في معسكر باريس حسب الأنباء الوصلتنا من مقربين للاتحاد أكدنا الخبر سفر الأولمبي يكون يوم 10 سبعة ورح ينتظر المنتخب معسكر بمدينة بوردول فرنسي ومبارتين وديق قبل دخولهم للأولمبيات وكشفت لكم المبارتين وموعدهن ووقتهن وضد منه ورح أعيدلكم إياهن مرة ثانية المبارتين يا شباب ضد مصر وضد أفسي بول فرنسي مباراة العراق وأفسي بول فرنسي يوم 13 تموز عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد ومباراة العراق ضد مصر يوم 17 تموز وأيضا الساعة بالستة ضبط بتوقيت بغداد طبعا بالتوفيق المنتخب من الأولمبي إن شاء الله في الأولمبيات يا شباب أجل كل شي بعد الأولمبيات رجعا كل الانتقادات أجلها لحين انتهاء الأولمبيات صح القائمة بها هوي لايبين موما الأولمبيات بس المدرب مقتنع بالاسمة اللي استدعاهم خلاص هو مسؤول عن اختيارات لازم نكون عام المساعد ومنكون عام الضغط على منتخبنا اتركوهم إحنا ممثل عرب آسيا ما يصير إحنا بيناتنا متفككين وما عاجبنا كل شي بالمنتخب والعرب يتعاول بالعراق خير بالبطولة واضح يا شباب أتمنى وصلت الفكرة تدعمون المنتخب من كل قلبكم إن شاء الله الأمور طيبة ونحقق نتائج إيجابية فرح الشارع الرياضي العراقي وقبل نشر القائمة للشباب رئيس اتحاد الكوري يلتقي مدرب المنتخب الأولمبي التقى اليوم الأربع بمقر الاتحاد مدرب المنتخب الأولمب راضي شنيشل وتناول اللقاء مناقشات تحضيرات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وتسلم رئيس الاتحاد من المدرب راضي شنيشل قائمة المنتخب الأولمبي الذي سيشارك في الأولمبياد والتي أعلنت بشكل رسمي يوم في الساعة السابعة ليلة وقال رئيس الاتحاد هناك تعاون كبير بين اللجنة الأولمبية الوطنية في إتمام احتياجات المنتخب الأولمبي في المعسكر التدريبي والمباريات الودية المقامة التي تكون في فرنسا وهذا دليل على الرغبة القوية من الاتحاد والأولمبية بتحقيق الأولمبي النتائج المرجوة من المنافسات وأضاف أن المنتخب الأولمبي تطلب منه بذل المزيد من الجهود لأنه سيمثل الكرة العربية الأسيوية في هذا المحفل الكبير وثقتنا عالية بالملاك التدريبي بقيادة راضيش نيشل واللاعبين في ترك بصمة مؤثرة في الأولمبيات وقدم مدرب المنتخب الأولمبي راضيش نيشل شكرة جزيل إلى رئيس اتحاد الكرة على تعاونه الكبير في السعي إلى تهيات مقاومات نجاح للمنتخب الأولمبي مع العمل على تقديم مباريات تليق بسمعة كرتنا في الأولمبيات في باريس فهمت يا شباب القائمة قبلة النشر كانت بيد عندنا اندرجال وأشرف عليها بشكل رسمي قبلة النشر يعني الكل على بينها بالأسماء اللي اختارها راضيش نيشل المهم يا شباب ادعموا المنتخب وأين كانت الأسماء هي بالأخير تمثل العراق لازم الكل تدعم المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية بالأولمبيات إن شاء الله وعدنا أيضا خبر نهاية المباراة في غرب آسيا للشباب تحت 19 عام بين العراق والأردن بالتعادل 0-0 في أولى مباريات منتخبنا الشبابي في بطولة غرب آسيا المقامة في السعودية وأيضا اللجنة المنظمة للبطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب السعودي 20-24 تختار لعب منتخبنا الشباب هلغورد قيس أفضل لعب في المباراة لعب موهوب ومتميز يستاهل إن شاء الله نشوفه في تطور مستمر طبعا الشباب نهنا ننهي فيديو اليوم إذا هو المرة تشوفنا نتمنى تشترك بالقناة وتدعمني بالليك تشجيعا لنستمر أكثر وأكثر أشوفكم في فيديو خبر جديد مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة